أهمية استثمار المسرحيين في النص الروائي من خلال توظيف تقنياته وبنيته خطوة اعتبرها الروائي أمن الزاوي ضرورية نحو إخراج العمل المسرحي من عالم النصوص المستهلكة إلى سوق الإبداع والفن فيما يتصل بالجانب الإبداعي فيما يتصل بمسألة تثقيف وثقافة الجمهور أعتقد أن الذهاب نحو مغامرة العلاقة علاقة المسرح بالرواية ستفتح المسرح على تنويع ذاته وتجديد ذاته من خلال هذه العلاقة مع السردية الروائية رغم تاريخية العمل الأدبي وانتشاره إلا أن ضيف منتدى المسرح الوطني الجزائري يرى أنه بحاجة إلى كسب جمهور أبي الفنون إلى صفه ظلمنا كثير من النصوص الكبيرة في تاريخ الجزائر يعني تخيلوا معي تخيلوا معي مثلا لو أننا مسرحنا رواية الحمار الذهبي لأبوليوس لو أن المسرح انتبه إلى هذه الرواية وخرج منها مسرحيات كثيرة مرجعا قوته الحقيقية إلى مدى قدرة الكاتب على تحويل أشكاله السردية إلى مشهد مسرحي كانت فاتحتها بالروائي والكاتب أمين الزاوي حيث تناول فيها قضية الاختباس عن الرواية للمسرح للحديث عن السردية في مقابل الفعل المسرحي أيهما المنتشر هل السردية أم الفعل المسرحي وقد أثار النقاش حول هذا الموضوع مشيرا كذلك إلى بعض التجارب المسرحية وكتاب الجزائريين للاختباس عن عروض عن نصوص رواية كان لها الحظ في الترجمة الرقحية وعبر برامج فكرية وعروض مسرحية وحفلات أعاد المسرح الوطني الجزائري بعث برنامجه الافتراضي بعد تعليق نشاطته الفنية مجددا بسبب الحالة الوبائية المتفشية والتزاما منه بقواعد الحجر الصحية اشتركوا في القناة